اهلا بكم في لسانك ميزانك معانا مشكلة يارب نعرف نحلها ويارب يبقى لساننا دايما ميزاننا تعالوا نسمع المشكلة صاحبة المشكلة بتقول انا متجاوزة من ثانة ونص وعندي بنت وعندي اخ واختي صغيرين يشاء القدر وان والدي يتوفى وطبعا حالي زي حال اي بنت اما بنيجي نتجهز ونجيب جهازنا بنجيب حاجات كتير بالاقصاد لظروف الحياة يعني طبيعيا المهم لما والدي توفى كان لسه بدري قوي على اقصاد دي طلبت من جوزي ان هو يسدد الاقصاد دي مكاني ومكان ابويا رفضوا بشدة وقال لي انا كاتب اي ما قلت له خدها وقطعها واي حاجة ليك عايزة اخدها اي اثبتات بس تخليني الناس ما تتصلش بيا الناس بتطلبني بفلوس وبيقول لي ان احنا هنبلغ عنيك فياريت تقف جنبي ورفض رفضوا بشدة وما استكفاش ان هو رفض راح لأخوه الممته وسألهم وطبعا رفضوا ان هو يساعدني قالوا له كفاية احنا جوزناك وعملناك كل اللي احنا عايزينه كمان هنتفعلوه مقصادهم ده ايه العيلة دي وهو بكل جراءة جي وقال لي ان هم قالوا كده يعني حتى الستر والغطى اللي بيني وبينه هو شاله وصلت ان هو كمان قال لي احنا ممكن نتطلق سدده ان تقصدكو وقال لي وهو يعني مش مقتنع باللي بيقولو ممكن انا ادفع النص وممتك تدفع النص شيلو حق جهازكو هو يا جماعة مش الجهاز ده في بيتو قولو لو وفات ابويا قلت انا زمني مفيش اي حاجة دي زروف وتحطينا فيها ليه هو حطتني في موقف زي ده انا مش فاهمة ومش عارفة ارجوكو قولولي اتصرف ازاي وعمل ايه دلوقتي هي وقفة عالطلق وللعلم جوزي مقتدر ان هو يساعدني في المحنة اللي انا فيها دي بس انا لحد دلوقتي معي ومش عارفة اتصرف ازاي يعني اخد موقف واتطلق زي ما هو عاوز ولا اسدد انا لقصوت وانزل اشتغل ولا اعمل ايه قولولي انا مش عارفة اتصرف بس انا حسيت فجأة ان بعد ربنا وبابا الله يرحمه ما ينفعش ده يكون السند بتاعي لان اول حاجة حصلتلي ومشكلة فعلية حصلت لقيته مش واقف جنبي لقيته شال السطر والغطى اللي بني وبينه شال السر اللي بني وبينه رح حتى كشف سطري قدام اهله وما كانش ينفع كده فانا طلبه منكو ان انتو تقولولي اعمل ايه ودي كانت مشكلتنا تعالوا نشوف حلها مع بعد واللي عنده حل مناسب يكتبه وهي هتتبع معنا بصي انا هقولك رأيي وكمان عايزين رأي الناس في الكومنتات قولي له كلمتين قولي له انا لما ابويا سلمني ليك كان عارف ان انا امانة بين ايديك وكان عارف ان انت هتتطاق اللي فيه لما ابويا راح بقى بعد ربنا المفروض انت تبقى سندي وضهري وحمايتي لكن اول مشكلة انا وقعت فيها ما لقيتكش جنبي لقيتك بتفضح سري بتعلن عن المشكلة اللي وقعت فيها لكن كان المفروض ان انت قبلا منطق ان الناس بتتصل بيا وبتقولي هنرفع عليك وهنحجز عليك تقولي انت عايزة كام خدي خلصي ده انت لو مش مقدر تستلف وتخلص مراتك حتى لو امها معاها دي عندها اخوات ليه بقى انا كده ليه بقى انا نتصرف مع بعض بالطريقة دي بصي احنا بنسمع من طرف واحد الله اعلم الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه انت اللي عارف جوزك اعودوا مع بعض وتكلموا بصراحة ووصلوا الحل حل وسط ولا انت تستغلي فيه ولا هو يجي عليك بس تشوفي هو بيفكر ازاي وما تغدش النصيحة من حد تكون حياته مش سليمة اوه يتغذي نصيحة من حد يتغير لما يكون حياته مظبوطة ويكون ممشي حياته كويس يكون تفكيره كويس يعني انت اشتكتلنا دلوقتي كل واحد هيقول رأيه شوفي الرأي اللي ينفعك واللي ينفع لطريقة جوزك هو عمل حاجات كتير مش صح معاك بس اصعب اول كام سنة في الجواز هما اللي انت فيهم بتعرفوا اطبع بعض بتتعودوا على بعض وربنا معاك وان شاء الله تتحل على خير يا ريت اللي عنده حل المشكلتنا يتفضل يقولها ويساعدنا واستنيكم في مشكلة جديدة وكلام جديد في لسانك ميزانك ولو اول مرة تشوفوا قناتنا يريد تشتركوا وتكبروا عيلتنا في لسانك ويقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معكم امي امي السلام